سلطة الضبط السمعي البصري عن جملة من القواعد المحددة لكيفية تناول الشأن الديني عبر وسائل الإعلام الوطنية من خلال وثيقة تم عرضها على القائمين على هذا المجال خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وبهذا الخصوص أعربت عن آملها في رؤية الخطباء المستقبل ليعودون من تلقاء أنفسهم إلى عقد الخطاب الوعدي وفقا للمعتقدات المحلية مع التزام عدم الولاء الفكري لتيارات المعادية للحدث والمناهضة للويئام المدني والمتعارضة مع تقاليد سلفنا الصالح فيما ذلك أيضا نمط لباسنا القومي وذلك بفضل يقادة وانتباه ونزهة الشركاء الإعلاميين وبناء على كل ما سبق شددت الهيئة على أنه يحضر على أي دعي حامل الفكر التكفيري التحدث من الهوائيات الوطنية سواء كان جزائريا أو أجنبيا وهو الأمر نفسه بالنسبة لحفل الرقاط والسحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين والنصابين والتجار الأحلام وأشبه الحجمين والأطباء المزيفين الذين يعرضون أنفسهم جميعا للوقوع يوما ما تحت طائلة القانون في حالة ما ثبت في حقهم محاولة نصب والإحتيال وارتكاب مختلفا وعلى المحذر والانزلقات على النحو الذي يودي بهم في النهاية إلى افتضاح أمرهم ووضع حد لمكرهم وبهدانهم أكد وزير والتجار